السلام عليكم يعطيكم العافي سابع ان شاء الله مس تكونوا بخير اليوم مرجعنا لكم بفيديو جديد وبدرس جديد هنبلش بدرس اختبار توازي مستقيمين بداية بدنا نعرف شو المقصود بتوازي اش يعني توازي مس توازي المستقيمين بيعني انه اي مستقيمين اي مستقيمين بهاي الدنيا اذا مديتهم ضليت تمد فيهم تمد فيهم شو ما مديت هذول المستقيمين ما رح يلتقوا سواء من فوق او من تحت ضلك مدهم ما رح يلتقوا تمام هلا انا بدي استفيد من المعلومات اللي اخدناها بالدرس السابق واحكي لك كيف بقدر احكم على هذول المستقيمين اذا كانوا متوازيين او لا من غير ما اكيد انا اذا ضليت امد مش حارف اذا هم رح يلتقوا او ما رح يلتقوا فانا عندي نظرية جديدة او فكرة جديدة بعد ما تعرفنا عن الزوايا المتناظرة والمتحالفة والمتبادلة رح نحكي كيف رح اقدر اعرف اذا هذول المستقيمين متوازيين اي لا يلتقوا ابدا من خلال هذول المعلومات اول شي بحكي لك اذا اوجدت او اذا لقيت المستقيمين متوازيين اذا الان صار واضح امامك شو الشروط اللي انت عم بتدور عليها لتلاقي انه هذول المستقيمين متوازيين اول شرق انك تلاقي زوج من الزوايا المتناظرة بادور عليهم اذا لقيت زاويتين واحدة جوة وواحدة برية بشكل حرف اف والزاويتين متساويتين بالقياس اذا عندي تناظر فبحكي انه هذول المستقيمين متوازيين اذا لقيت زاويتين بشكل حرف زد والتنتين داخليتين لكنهم مش على نفس الجهة ومتساويات في القياس فبقول له انه هذول الزاويتين متبادلتين اذا المستقيمين متوازيين واخيرا اذا لقيت زاويتين متحالفتين بشكل حرف بيو فقياس الزاويتين هذول بيعطيك 180 درجة فبقدر احكي له انه برضو هذول المستقيمين متوازيين الى الان هذا كلام نظري ندخل على اول سؤال عشان يصير او اول مثال عشان يصير هذا الحكي اصلا اول سؤال بيحكي له انه عندك مستقيمين لو سميناهم نون وميم وقول لك هل هذول المستقيمين متوازيين طيب الان انت قدامك زاويتين ابحث بهذول الزاويتين اذا بينهم تبادل تناظر تحالف فعلى طول بتقول له نعم متوازيين اذا لم تجد تبادل والتناظر والتحالف بتقول له ما فيه توازي طيب الزاوية اللي هون اذا تطلع هيك اعمل حرف تعمل معك حرف زد لانه هاي خمسين وهاي خمسين اساسا المتساويات زد يعني تبادل طيب تبادل هاي عملوا حرف زد والزاويتين متساويتين بالقياس وهذا كان الشرط هون انه اذا كان عندي زوج من الزاوية المتبادلة معناه تبادل احكم على هذول المستقيمين بانهم متوازيين صح اذا اذا سألك هذول المستقيمين نون وميم متوازيين بتقول له نعم اذا سألك ليه بتحكي له لانه انا عندي تبادل والزاوية هاي بتساوي هاي الزاوية تمام نروح للمثال اللي بعده المثال اللي بعده معطيك هذول الزاويتين هاي مية وهاي سبعين نفس الشي بيسألك هال ميم توازي نون فبتيجي بتشوف هلا هذول من الشكل مواضح انهم شوف انهم تحالف لكن هلا انا بدي اعتمد على الشكل فقط بدي اعتمد على قياس الزاويتين اذا قياس الزاويتين مجموعهم مية وثمانين درجة فبي حقق التحالف اذا مجموعهم مش مية وثمانين درجة معناته ما رحي حقق التحالف اجماعهم طبعا واضح انهم مية مية وسبعين ما بيساوي مية وثمانين درجة اذا انا ما عندي تحالف لا يوجد تحالف من هون شو بقوله انه ما في تحالف معناته هدول المستقيمين ليس متوازيا او بدل اقوله انه المستقيم مية والمستقيم نون ما في بينهم توازي اذا هون تقريبا بتكون الفكرة وصلت اذا انا ببحث بالسؤال عن توازي عشان ابحث بالتوازي لازم ابحث عن شو عن تناظر تبادل تحالف طيب نروح للتدريب اول تدريب اول تدريب بيقولك انه انا عندي ميم ونون ميم ونون هدول المستقيمين بيسألك هل هم متوازيين ام لا واعطاك معلومات اعطاك انه الزاوية واحد بتساوي الزاوية اثنين والخياسهم ثلاثين درج طيب المطلوب منك تبحث هذه الزاوية واحد الزاوية اثنين اذا بينهم تناظر تحالف تبادل فهون بادل على طول اقول له انه هذول المستقيمين نعم متوازيين طيب هاي الزاوية واحد وهي الزاوية اثنين اذا بتشوف هون هاي هم عملوا حرف اف حرف اف يعني الزاوية واحد مع الزاوية اثنين تشكل تناظر طيب اذا عملوا تناظر معناته المستقيم لا والمستقيم ميم متوازيا وهيك بكون انا وصلت للمطلوب تمام اذا الزاوية واحد والزاوية اثنين عملوا حرف اف حرف اف يعني تناظر والتناظر معناته الزاويتين اصلا متساويتين ومعطيني هاي المعلومة من السؤال اذا اذا عندي تناظر اذا ادرت اوجد تناظر بهذا السؤال معناته لهم وميم متوازيا طيب ان نروح للتدريب اللي بعده بالتدريب اللي بعده بيقولك انه اذا نون متعامدة على لام ونون ايضا متعامدة على ميم هاي الاشارة معناها تعامد تعامد يعني بتعمل زاوية تسعين درجة اي شي بينزل مثل عمود على الارض يشكل زاوية تسعين درجة او زاوية قائمة تمام اذا نون لما نزل متعامد على لام ولما نزل متعامد على ميم عمل زاوية قائمة هون وعمل زاوية قائمة هون تمام لهون من هاي المعلومتين بيقولك بين اذا كانت لام توازي ميم هاي الاشارة ايضا معناها توازي تمام طيب هلا انا اريدي عارفة او عرفنا من التعامد انه صار عندي هون زاوية تسعين وصار عندي هون زاوية تسعين حلو طيب اذا بدي اعمل او بدي ابحث بالتبادل والتناظر والتحالف فهدول الزاويتين بيشكلوا حرف اف 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 يعني تناظر واللي بينتج عن التناظر انه المستقيمين لام وميم متوازيين تمام اذا انا وصلت للحل من وين من وين عرفت انه هدول الزاويتين متساويتين لانه انا قلتلك التعامد بيعمل زاوية 90 والزاوية 90 اذا هو نزل تعامد على لام وبعدين نزل تعامد على ميم معناته عمل 90 هون وهون طالما عمل 90 هون وهون معناته هذول الزاويتين متساويتين طيب كي بدي اعرف ان هذول الزاويتين ايش بينهم شوف هايها عم بيعمل حرف اف طالما عملوا حرف اف معناته الزاوية اللي هون والزاوية اللي هون متساويات بالتناظر إذا أوجدت تناظر معناته على طول بحكي له أنه لام يوازي ميم شو السبب؟ أنه أنا أوجدت تناظر تمام نروح للسؤال الأول بتمالين ومسائل بقولك السؤال الأول مستعيناً بالشكل المجاور أكمل الفراغات الآتية للحصول على عبارات صحيحة تمام أنا اتفرج شويمي على الشكل عندي سين وصاد هدول المستقيمين وعندي عين نزل تعامد على هدول المستقيمين والدليل أنه نزل تعامد أنه هاي حاطت عليها مربع وهاي حاطت عليها مربع بعدين نزل المستقيم لام وشكل مجموعة من الزوايا ما حكى لي أنه نزل بشكل متعامد معناته ما عمل أي زاوية 90 تمام نيجي نشوف السؤال أول شي بحكي لك المستقيمان سين وصاد شو وصفت المستقيمين سين وصاد طيب طالما أنه هذا المستقيم نازل تعامد نازل تعامد يعني عامل حرف F وهي 90 وهي 90 وهي 90 والثنتين متساويتين وبينهم تناظر تناظر يعني المستقيمين متوازين تمام إذن المستقيمان سين وصاد متوازيان وعرفنا كيف طيب لنروح للمستقيم عين وسين هلأ عين شكلت المستقيم عين لما نزل على سين شكل زاوية 90 معناته المستقيمين هذول شو بنحكي لهم مستقيمان متعامدان من وين كيف عرفت أنهم متعامدان لأنه أنا حكت لك أنه هاي عمل زاوية 90 وأي أي مستقيم بينزل بزاوية 90 بنقول له هذا عامودي أو متعامد مع المستقيم الثاني تمام بنروح ل اللي بعدها بقول لك الزاوية 3 والزاوية 4 زاوية 2 إيش تعالي نشوف هاي 3 هاي 3 وهي 4 شفت الثلاث وأربعة إيش بينهم هذول زاويتين متجاورتين شو بحكي له زاويتان متجاورتان صح إذن شو بينهم تجاور طيب شو مجموعة قياس الزاويتين متجاورتين 180 درجة تمام نروح لل اللي بعدها الزاوية 2 والزاوية 6 تعالي شوف الزاوية 2 هاي 2 فوق وهي 6 الزاوية 2 والزاوية 6 بيعملوا حرف F إذن هذول الزاويتان متناظرتان طيب وقياسه ما طب أنا الزاوية المتناظرة ما بعرف إنه إلهم مجموعة أنا بعرف إنه الزاوية المتناظرة متساويتان بالقياس إذن كيف عرفت إنهم متوازيان لأنه قلت لك عين نزلت بشكل عامودي هاي تسعين وهاي تسعين طالما هو حاط عليهم مربعات بعدين المستقيم عين وسين عين نازل على سين بهاي الطريقة عامل تسعين معناته إيش عين تيتعامد أي مستقيم يبينزل بيعمل زاوية تسعين معناته متعامد بعدين يجيت أحكي لك عن الزاوية ثلاث وأربعة هذول الزاوية متجاولة ومجموعة قياس الزاوية متجاولة 180 درجة شوف بعدين راح على الزاوية 2 و6 الزاويتين 2 و6 هذولة زوايا متناظرة والزوايا المتناظرة قياسهم متساوي تمام آخر سؤال بدي أحله بهذا الدرس اللي هو السؤال الثنين بنفس الإشي بتمارينه مسار سؤال الثنين بيقولك بيّن إنه قياس إذا أعطيتك معلومة إنه قياس زاوية واحد هاي واحد بتساوي قياس الزاوية سبعة بدك توضح لي إنه لام وميم متوازيات طيب الآن بدك تسترجع وتعمل الرفريش لماغك بكل المعلومات اللي إحنا أخذناها من الأول للآخر هلأ إذا بتركز هون أنا بدي أبحث إما بالتناظر أو التحالف أو التبادل طيب أنا ما معي معلومة غير إنه واحد بتساوي سبعة طيب هلأ مش بقدر أحكي إنه الزاوية خمسة بتساوي الزاوية سبعة من التقابل هاي ها التقابل باليأس من وين؟ من التقابل باليأس حلو طيب هاي الزاوية خمسة والزاوية سبعة متساويات من التقابل باليأس تمام طيب كمان وحدة الزاوية واحد مش برضه مع الزاوية ثلاث متقابلات باليأس مش بقدر أعمل هيك هدولة الزاويتين متقابلتين باليأس إذن الزاوية ثلاث بتساوي الزاوية واحد من أيضا التقابل باليأس باليأس طيب وبعدين لو نوصل هلأ شوف طالما إنه الزاوية سبعة والزاوية واحد متساويات معناته الزاوية خمسة بتساوي الزاوية ثلاث صح؟ من السؤال قال لك إنه الزاوية واحد زاوية سبعة متساويات معناته لما عملت تقابل باليأس هون ولما عملت تقابل باليأس هون نتجمعي إنه الزاوية خمسة والزاوية ثلاث متساويات طيب على السريع طالما الزاوية خمسة والزاوية ثلاث متى ساويات معناته أنا عندي هيو هيك 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 عندي زد زد يعني تبادل زد يعني تبادل طيب إذن طالما عندي تبادل بعدها شو أحكي له أحكي له إنه المستقيم لا بي